دات رمضان أعظى مهتمامات النسوة والفتيات خلال شهر الفضيل حيث تجد الكثيرات فرصة شهر الصيام لتحضير أشهر مأكلات تلبية لرغبات أفراد العائلة إذ يعتمد بعضهن في تحضير الواجبات على وصفات الجدات في حين تعتمد أخريات على الوصفات المطروحة في مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات الطبخ أنا كنتيب في رمضان ولا في الفتار ولا في أي وقت نطيب moi je suis دوة في كوزين je fais la كوزين depuis 17 ans أنا نطيب à 17 ans j'ai cuisiné dans des fêtes oui dans des fêtes j'ai cuisiné dans des fêtes donc malgré tout ça نشوف نشوف أمواليد أمواليد في اليوتوب نشوف نشوف يوتيوب أمواليد تعماما ضيفهم نراسي تانيك كوخ طراء كيفاش طراحة أنا راجليلي علمني نطيب كي تزوج تكون تحواج بزاف ما نعرفهمش بالصح الكوزينة الصحلى كوزينة نرجيان تقديسيونيل اموديرن تعلمتها من عندو نص تعلمناها من الأمهات ونص ندخلو نتعلمو اللي بلا سريعا من الانترنت رغم زخم قنوات الطبخ وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي المخصصات لفنون المطبخ تفضل كثيرات الاكتفاءة بسر وصفات الجدات والأمهات نحن تعالى الخمسينات والستينات والسبعينات تعلمنا علماتنا يماك تدخل الكوزينات تبدأ طيب تقول لك هاو جديري بصلة و جديري ثوم هاو هذيك الشربة كفش جي هاو البورة كفش جي هاي هاي ليبقى لفنوني الطبخ أسراره والخاصة التي تضيف بهجة على العائلة تزينها مختلف الأطباق الرمضانية التي تتفنن فيها سيدات المطبخ